وكما تبعنا كريم بعد تسعة أيام التعداد اكتمل واللعبين بدأوا يتدربون في الأرض المعشوشبة فما هي التفاصيل أكثر كريم مساء الخير من جديد مساء الخير محرز مساء خير الليلة تفاصيل سنبدأها من آخر حصة تدريبية جرت اليوم جرت في نفس توقيت الحصة التدريبية الخاصة بالأمس في نفس الملعب هو ملعب المنتخب السويسري ولكن هذه الحصة غاب عنها جبور بسبب بعض الألام المدرب الوطني رابح السعدان قال بأنه فضل عدم المغامرة بيريد إرحة كل العنصر التي تشعر بالألام مثل ما فعل بكل من بودبوز وكذلك بيبدأ فوق أرضية الميدان كانت التمارين عبارة عن أمور واضحة أي الأمور الفنية بالدرجة الأولى المدرب الوطني تحدث كثيرا مع اللعبين عقد اجتماع لمدة عشر دقائق قبل بداية الحصة التدريبية لاحظنا واستنتجنا بأن المدرب الوطني رابح السعدان لا يريد إرهاق لعبه كثيرا الأقصد الذين لعبوا كثيرا هذا الموسم أما البقية فتخضع لحيص الصين مكثفة في الساعات القليلة الماضية كريم كما لاحظنا في التقارير التي بعتموها من كرام مونتانا فالحكم محمد بن نوزا لن يكون حاضرا بمونديل جنوب أفريقيا بأسف شديد وبحصرة أيضا قالها السيد بلعيد لكارن العضو في اللجنة التحكمية التابعة للفاف والقوانين في هذا الإطار واضح هو يشعر بخيبة أمل لأن بن نوزا يملك إمكانية كبيرة جدا للمشاركة في المونديل ولكن الففا لا يمكنها أن تغير طاقم يتكون من ثلاثة أي أن بن نوزا إذا بلال مونديل فمن سيساعده يعني ضرورة جلب مساعدين من طاقم آخر مستحيل أن تفعل اتحادية الدولية هذا الأمر خاصة وأنه في فترة طويلة من التحضير هذا الأمر بقي لغز بنسبة للكثير لكن السيد بلعيد لكارن كانت لدي الشجاعة لازمة وأدلة لتلفزيون الجزائري بهذا التصريح الحصري الذي وضع حدا لللبس الذي لازم قضية الحكم بالنوزا كريم في آخر المعلومات التي تلقينها اليوم هو أن اللعب جمال مصباح الذي ينشط في القسم الثاني الإيطالي مع لتشي حصل على تصريح خاص من المدرب رابح سعدان هل تؤكد ذلك كريم؟ لن يبقى أكثر من 24 ساعة فقط في إيطاليا سيعود مباشرة بعد إجراء المباراة التي سيخذها أمام نادي ليتشيف ربما البعض كان يعتقد بأن هذا النادي قد سعد إلى الدرجة الأولى لإيطاليا لكن الحقيقة عكس ذلك تحدثنا مع جمال مصباح وقال لنا بأنه لازلت تنتظر فريق مباراة مصيرية وحاسم أمام فريق يلعب من أجل ضمان البقاء وأعتقد بأنه رحيله لمدة يوم لن يؤثر في أشياء كثيرة لأنه مصباح خلاص اندمج في المجموعة وشاهدناه كأنه لعب قديم في الفريق ضف إلى ذلك بأنه من نحية رياضية مهمة لمصباح أن نجده يلعب في الكالتشو الإطاري الموسم القادم لأننا بحاجة إليه في تصفية كأسه من فريقيا وربما حتى في كأس العالم القادمة إن شاء الله إن شاء الله كريم كنت معنا مباشرة مع حساس الأسبوع الرياضي نلتقي بك في الموعد الرياضية القادمة للقسم الرياضي والتلفزيون الجزائري والمتابعة للمنتخب الوطني في تدريباته وكذلك بالنسبة للمباراة القادمة أمام إيرلندا شكرا كريم أيد تعتمان نبقى مع أهداث الرياضية لهذا الأسبوع ليلى وكذلك الجنباز رئيس الاتحادية الدولي للجنباز